موسيقى موسيقى أهلا بكم معزي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نحاول فيها الإجابة على السؤال الأكبر ماذا تريد إيران في اليمن والمنطقة العربية وهل العرب مستعدون سياسيا وعسكريا لهذه المعركة موسيقى موسيقى بعد أن سحقت حلب وغيرت ديمغرافية الشام بمساعدة الروس وبعد أن دمرت العراق وغيرت ديمغرافيته بمساندة أمريكا وبعد أن هيمنت على لبنان وأوجدت فيه دولة وجيش موازيين هل تكتفي إيران بالهلال الشيعي الممتد من العراق إلى لبنان أم أنها ماضية باتجاه ابتلاع الجزيرة العربية بأكملها هل قوة إيران حقيقية أم أنها مجرد أسد من ورق كما يقال يتم تقديمه في الواجهة لتحقيق أغراض مشتركة بينه وبين قوة دولية أكبر منه والأهم من ذلك هل تدرك دول الخليج حجم الأطماع الفارسية في الجزيرة العربية وما الذي أعدته المثل هذا اليوم وهل ما زال الخليج العربي يراهن على ردع المجتمع الدولي لإيران مثلا ولماذا لم يحسم معركته في اليمن حتى الآن ما الذي في وسع السعودية ودول الخليج أن تفعله الآن بعد سقوط حلب هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفينا من السويد الناشط السياسي نبيل البيضاني ومن بيروت الصحفي اللبناني عبد الرحمن جاسم أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكم للإجابة على السؤال المشترك وهو آخر من تهنا إليه في هذه المقدمة ما الذي في وسع السعودية ودول الخليج أن تفعله الآن بعد سقوط حلب والبداية معك سيد جاسم حقيقة المقدمة أخذ طرف يعني هي أخذ جهة الموضوع مش هيك كل الدول بالنهاية أنت تسمثل إيها الأخرى إذا رأت عندهم مصالح صح؟ يعني بالنهاية ما في دولة مثل ما بقولوا بتلعب بالسياسة والأخلاق كل الدول عندها مصالح السعوديين عندهم مصالح في اليمن الايرانيين عندهم مصالح في اليمن سوريين عندهم مصالح يعني عادي هاي دول بالنهاية فإحنا أخذين طرف وعمل يعلمنا Cristina الموضوع أكبر بكثير من البعد الأخلاقي الموضوع أكثر ارتباطا بالسياسي والمصالح والسياسي والمصالح مرتبطين بالاقتصاد بالتالي أنه يعني التعامل مع الناس أنا آسف فضلي يعني أنه وكأنه المصالح تبرر أي تصرفات يعني غير أخلاقية أو تصرفات تتقاوز السيادة تتقاوز كل الأعراف التي اتفق عليها المجتمع الدولي بما يتعلق بسيادة الدول واحترام الدول لحق بعضها سأعود إليك للنقاش يعني أنا أكتفي بقابتك في هذه الجزئية سنواصل نقاشنا حتى نبقى في نفس السؤال لتحول إلى أستاذ نبيل البيضاني كنت أسأل حول خيارات السعودية والخليق تحديدا وربما العرب بشكل عام بعد السقوط حلب حقيقة المجتمع أولا شكرا للاستضافة وأشكر الأخوة في الكوادر لا أدري كيف أوصف البعد السعودي البعد السعودي حتى اللحظة ما زال متخوف في الدخول للمعركة حقيقيا حقيقة مع النفوذ الإيران المتزايد هناك مشكلة حقيقية في أن السعودين والخليجين لا يوجد لديهم مشروع كما يصدر زميل الآن بيقول أن الأخلاقيات لا توجد في السياسة لا أخي غير ذلك السياسة جذوتها وسنامها ومرتكزة هو الأخلاق في العالم كله هناك مرتكزات وهي الأخلاقية بحتها الحقوق الإنسان هي أخلاق حتى التعامل التجارية وكذا هي أخلاق للأسف لا يوجد لدى حتى اللحظة لا يوجد للسعوديين مشروع حقيقي يضاهي المشروع الإيراني المشروع الإيراني كما أوضحه زميلي الآن بأنه مشروع حقيقي استفادي تماما يستخدم الدين يستخدم الطائفية يحاول قدر المستطاع أن يصل إلى مناطق يستخدم فيها ميولات الناس البسطة في إدخالهم حروب لإسقاط بلدانهم ثم التوسع للحصول على المنافع الاقتصادي والمنافع السياسية بدون أي اعتبار للأخلاقيات كما أشار زميلي من بيروت وهذا هو الفارق السعودين حتى اللحظة والخليجين أيضا للأسف لا يوجد لديهم مشروع حقيقي واضح قد يتساو معا أنا أعتقد بأن ما يحصل الآن من إيران هي النزوات هذه النزوات لأنها بلا مشاريع أخلاقية طيب إذن أستاذ نبيل طيب يعني كلاكم لم يجب على السؤال تحديدا وسنأجله إلى النقاش لاحقا أنت تتحدث عن أن ما يحدث عبارة عن نزوات بينما يتحدث ضيفنا من لبنان عن أن ما يحدث لا يعدو عن مصالح دول وكل دولة تبحث عن مصالحها أشكركم ضيفي الكريمين على الإجابة على السؤال الأولى المشترك نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده للنقاش نعم نعود من قديل للنقطة التي كنا فيها والتي لم أجد إجابة واضحة عليها وهي حلبة التي وهي آخر المشهد العربي فيما يتعلق بالتدخل الإيراني في المنطقة سيد عبد الرحمن الجاسم هل من دلالة معينة برأيك تعتقد أنها تتمثل في سقوط حلبة مؤخرا فيما يتعلق بالمعركة العربية الإيرانية حقيقة أني مش ماركة عربية إيرانية كمان تصوير الأشياء بغير حقائقها مش مزبوط لنكون واقعيين الإيرانيين ما عم بقدموا حاله أنه عندهم مشروع فارسي وفكرة الكذبة الكبيرة أنه المشروع الفارسي جاي المشروع المجوسي مش حقيقة هذا عن جد لعب على الكلام ما هو إذن؟ كيف توصفه أنت؟ هذا مهم جيمس كوكبيرن بالإنتبنت البريطانية يقارن بين مدينة حلب ومدينة الموصل ويقول أنه هذين مدينتين سنيتين واحدة يقصفها الأمريكاني واحدة يقصفها الروسي واحدة يحصرها الجيش العراقي واحدة يحصرها الجيش السوري واحدة الميديا الأوروبية والوسائل الإعلام الكبيرة تزقف وتهلل باعتباره وتحرير والثانية يعتبروها مجزرة يعني نحن نحكي هنا عن وسائل الإعلام فما بدي أفوت أنا بخبريت يعني دعك إن وسائل الإعلام أنت وصف لنا ما الذي يحدث في حلب وما الذي يحدث في العراق وأيضا في لبنان يعني كيف تصف التدخل الإيراني في هذه المناطق والتي يتحدث عنها مسؤولون إيرانيون بمنتهى الوضوح نعم عادي ما كله عم يعني هلأ هي وقفت على الإيراني يعني أنه عم بيشتغل ما الإيراني عم بيشتغل والسعودي عم بيشتغل كله عم بيشتغل يعني بنهاية بنهاية طيب شو يعني ليش بده السعودي يفوت على اليمن أو ليه بده يدخل باليمن إذا الموضوع إنه بدنا نمنع الإيراني إنه يدخل إنه الإيراني غلط إنه يدخل طيب ليس ليش سعودي بيحقل له إنه يدخل ما هو يعني ما فيه ناس بسمنة وناسب زيت إنه كلهم نفس الشي لا يعني هو الحديث عن دفاع وهجوم أظن أنه المفارقة هنا تتوقف عن الدفاع عن تدخل للدفاع وتدخل للهجوم يعني تحول لك أستاذ نبيل البيضاني هل تعتقد فعلنا الأمر بهذه البساطة يعني كل دولة تتدخل كما تريد وإذن أسألك عن التخوف الكبير الآن حول تحول الميليشيات الطائفية الموجودة الآن في حلب بعد تفرغها من معركة حلب وربما من الموصل خلال الفترة القادمة وانتقالها إلى الخليج العربي واليمن كما جاء في تصريحات القائد العامي الحرس الثوري حسين سلام أولا أريد أن نصحح المنطق في الموضوع هناك منطق معطوب يعني محاولة لتبرير ما يحصل الآن من تدخلات بأننا نتحدث على تدخلات أخرى ونحاول أن نبرر مثلا إجرام الإيراني في هذه المناطق بالإجرام القاعدة في مناطق أخرى نحاول قدر المستطاع أن نتحدث على استثناءات مثلا للقاعدة في اليمن في منطقة أو منطقتين تحصل بأننا نبرر للحوثيين قتلهم وصفكهم الدماء في كل أرض وفي كل بقعة فهذا منطق غير حقيق ولا واقعي أعيد هنا لزميني وصديقي من بيروت بأنه المسألة الأخلاقية إلى الأولى العالم يتجه نحو الحقوق والحريات ويتحدث الآن على قيم عالمية الحرية الآن والمساواة بين البشر بأصنافهم وألوانهم وأشكالهم لا يوجد طبقات لا يوجد سادة وعبيد هذا هو الأخلاقيات العامة في العالم كله أنتقل لمسألة الوصول إلى حلب هي منطقة انتصار الآن للبعد الإيراني والنفوذ الإيراني متأكد أنه خسر السعوديين عندما سقط العراق وخسر الخليش كثيرا عندما سقط العراق بأمانة ثم خسر أكثر عندما وصلوا فتحوا للقاعدة الإيرانيين أنفسهم والعراقيين من النفوذ الإيراني فتحوا للمبرر لهذا التبرير الذي نراه الآن أنه يدخل الآن القاعدة وتؤسس دولة هناك ثم يحصل أنه يحصل هناك مبرر حقيقي في الأرض أنها تقوم جبهة أخرى ونفوذ دولي مقبول الآن في دعم أي شخص ممكن أن يدخل الآن ويقضي على السنة في الموصل وثم يدخل الآن في حلب وحصل نفس السيناريو من قبل تحدثوا عن انتصارات كبيرة للمعارضة ثم رأينا الزخم الإعلامي الذي يغطي أنها انتصارات ثم أتى اليوم هذا السقوط المدوي لقوة جبارة أتت من كل مكان من أفغانستان إلى باكستان إلى العراق إلى إيران إلى روسيا ثم أتت إلى منطقة صغيرة لمساكين يقاتلوا في أماكنهم وتم قتلهم حتى لو فرضنا أنه لا لك مقاتلين من القاعدة الذي حتى اللحظة لا نعرف كم أعدادهم ولا راياتهم ولا حتى نستطيع أن نتحدث بإحصائيات عن هذه القاعدة القاعدة حتى الآن أرقام عبارة عن كما يتحدث هو الإعلام الغربي الآن وأنها عبارة عن أشباح هؤلاء الأشباح الذين نقتلهم في كل مكان لا يستطيع أحد أن يحدد لنا قيادة لهم حقيقية لا يستطيع أحد يحدد لنا أرقام لكننا نستطيع بكل بساطة أن نوضح أو نرى إجرامهم المبرر لكي يعطي الذريعة للإيران أن تدقل وتقصف وتقتل لكل المناطق ثم تحتلها ما يجرى الآن هو احتلال إيراني وأنا أعتقد أن النقطة القادمة الآن هي أبعد من ذلك النقطة القادمة ستكون إما إذا استتب لهم الوضع في سوريا فالنا ستكون الأردن ثم السعودية وهلهم مجرى نعم تحول بهذا السؤال إليك سيد عبد الرحمن هل فعلا سيتوقف وهذا ما يطرحه البعض سيتوقف مشروع إيران في الهلالة الذي فرضته في منطقة الشام أم أن أطماعها ستذهب إلى أبعد من ذلك يعني بعدنا عم نحكي نفس الخطاب للأسف عم نحكي بعدنا أنه فكرة أطماع وهلال طب أنا أطلب منك الآن أن توصف لي نعم سيد عبد الرحمن ووجودك الآن لهذا السبب أنا أريدك الآن أن تبرر لي نعم برر لنا ولمشاهدين الكرام ما هو سبب تدخل إيران في هذه المناطق أنا أعرف أنه زمنائنا بالجزيرة أرخوا لأسلوب أنه بيجيبوا ضيف مضاد لأفكارهم وبيضلوا يؤطعوا وبيضلوا يؤطعوا أنا بعلم ميديا أنا بعلم وسائل الإعلام أنا مخرج من بريطانيا أعطيك الوقت لإجابة فقط أنا أردًا على أقراضك السابق نعم تفضل خليني أقول فكرتي الفكرة بس ببساطة الإيرانيين هن دولة الجمهورية الإسلامية هي دولة عندها مصالحها مثل أي دولة تانية بالعالم أنتم عم تسوون يعني المشكلة الكبيرة لكل وسائل الإعلام اللي بتميل لاتجاه السعودية وتجاه الأمريكي بتحاول تفرجي أنه هاي دولة شريرة وهاي دولة منيحة ما في دول شريرة ومنيحة ما فيه المقياس مش هيك يعني أمريكا شو دولة منيحة أو دولة شريرة ما مش مقياس هذا الدول لا تعمل بهذه الطريقة السياسي هي فن الممكن. أخوي وزميلي، اللي كان عم بيحكي من دقيقتين، كان عم بيحكي خبرية أن الأخلاق وشرعة حقوق الإنسان يعني محلوين. مين قال لا؟ وأنا معهم. أنا بأييدهم مية بالمية. لكن الدول لا تصير بهذه الطريقة. ولا القوانين الدولية تصير بهذه الطريقة. الأمريكان راحوا اقتلوا أفغانستان وما في وجه حاجة للاحتلال. هاي واحد. اثنين، السعوديين عندهم مشروعهم والإيرانيين عندهم مشروعهم. والأتراك عندهم مشروعهم والمصريين عندهم مشروعهم والصهايني عندهم مشروعهم. وإحنا وقعين بالنص، الخير والشر مش بقياس. طيب، حل، حل أستاذ عبد الرحمن ممتاز. نكونوا قعيين. طيب، طيب، أستاذ عبد الرحمن يعني فكرتك الآن واضحة تماماً لكل دولة مشروعها يعني ومن حقها يعني من وجهة نظرك كما فهمت أنه تتوسع كما تشاء تتدخل في شؤون الدول كما تشاء. طيب، أنت بحكم أنك الآن يعني قادم لتوضيح وجهة النظر الأخرى التي ربما هي الوجهة النظر الإيرانية. وضح لنا وللمشاهدين لماذا تتدخل إيران في هذه المناطق؟ ما الذي تريده إيران من اليمن مثلاً ومن المنطقة العربية؟ بمنطقة المصالح التي تحدثتها أنت؟ نفس المنطق الذي أريد أن يكون السعودية، السعودية تنظر إلى اليمن على أساس أنه فنائها الخلفي. لا، موضوع السعودي واليمن مختلف يعني دولتين قارتين مخالح مشتركة أكيد حدود مشتركة موضوع مختلف لكن إيران ما مصلحتها في اليمن. تقدر تدافع عن السعودي صديقي أنا ما عندي مشكلة بس أنا ما بدي أدافع عنهم أنا ولا أنا حتى عم بدافع عن الإيرانية هلأ أنا فعلاً مش عم بدافع عن حدا أنا عم بشرح وجهة نظر ما بتبطى بالسياسة. السياسة هي فن الواقع هذه أرض بالنهاية وعندها بعد استراتيجي لها قيمة استراتيجية بالنسبة للإيرانيين. الإيرانيين ببساطة شديدة عم بيحموا أمنهم الإقليمي أمنهم الاستراتيجي وفكرة يعني أنا بقدر على فكرة أنه أبكي وأنوح على مناطق دمرات باليمن يعني القصف اليمني أنا أنا لي أصدقاء كثير باليمن عم تقصف بيوتهم من الطيران السعودي بقدر أنا أحكي هلأ سبع ساعات على الأطفال والمدارس اللي قصفها الطيران السعودي واللي ما خصها أبلاً على فكرة لا بوجود حوثي ولا بغيره. بس كمان إحنا هلأ مش وقت أنه نوحى هدول هدول أطفال يمنيين ما بيأسر يموتوا بس بدنا نحكي عاطفال حلب هلأ موسم أطفال حلب. فبرجع بقولك أن الموضوع مش وقت يعني أنا عم بحكي سياسي إذا بدنا نحكي نواح ونعد نبكي أنا بقدر كنت هلأ أحمل صور وفرجيكي صور الأطفال لليمنيين وأسمي إليك المدارس أنا بكتب بالمجال أنا زرت اليمن بالسابق وبعرف أماكن باليمن وبعرف يعني بعرف المطارع لذلك بميز الأرض اللي بتنقصها في انقبل الطيران. طيب 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 سيد عبد الرحمن طيب 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 يعني بما أنك يعني وصلت في حديثك إلى اليمن وهو ربما يعني محور حديثنا بشكل عام يعني وإن كانت لدينا مواضيع أخرى لكن أيضا نصل إلى اليمن التي تعاني هي الأخرى من هذا المشروع نحن نسميها المشروع الإيراني التمددي يعني الطائفي لأنه قام على هذا الأساس لا يمكن وصفه بشكل آخر يعني حتى لا تدخل السعودية في اليمن هل كان من مفروض أن تسيطر جماعة الحوثي التابعة والمتحركة من إيران على الدولة وتسقط الدولة وتمارس كل المارسات التي قوضت الدولة اليمنية وأن يسكت اليمنيون ويسكت أيضا دول القوار نعم هل فهمت سؤالي نعم أنا آسف بس اللي عم بقوله أنه فضلي 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 نعم كنت أسألك أنه يعني حتى لا تتدخل السعودية كان على أي جماعة مسلحة تستطيع أن تستحوذ على السلاح بأي شكل أن تقوض دولة وهنا على الجميع أن يرضى لمجرد أن هذه الجماعة لديها مصلحة ما هذا ما أفهمه من كلامك يعني أنت تعرف اليمن أكتر مني أختي العزيزة اليمن عبارة عن مجموعة قبائل قائمين على توازنات هاي القبائل القائمة على توازنات كلنا بنعرف كيف مقسمة فلذلك فكرة أنه يعني هلأ نفرجي صورة للآخرين أو للخارج أنه اليمن كان دولة قائمة على 100% ديمقراطية كأننا نحن بأميركا مش صحيح اليمن توازناته قائمة على القبائل ولليوم اليمن قبلي الحوثيين حتى لو حاولوا ما بقدر يحكموا كل اليمن كل الناس بيعرفوا هذا الكلام يعني وفكرة تحويل خبرية أنه والله الحوثيين جايين يوكلوا اليمن والسعوديين جايين أنقذوا اليمن من الحوثيين فكرة مش حيائية يمكن الأخرين يعني أعتبر قطعتك سيد القاسم نعم لكن ما تتحدث عنه أنت غير صحيح بالمطلق يعني عندما أسقط الحوثيون الدولة اليمنية لم تكن مسألة مسألة تقاسمات قبلية كان اليميون قد تواصلوا إلى توافقات سياسية تقاوزت تقربة ربما كانت تدرس في أي بلد في العالم توافقت كل القوى الوطنية على وثيقة شارك فيها بما فيها الجماعة الحوثية دعني أتحول أستاذ نبيل البيضاني هل تعتقد بأن المنطقة التي سعود إليك سيد عبد الرحمن فضل أتحول إليك أستاذ نبيل البيضاني أظنك سمعت المنطقة التي يحاول أن يسوي قول أخ عبد الرحمن كمبرر للتدخل الإيراني في المنطقة هل تعتقد هذا المنطق مقنع ومنطقي؟ قلنا من البداية أنه تمرير هذا الأسلوب المنطقة الغير صحيح في أنك تقول فلان الفلان يسرق مني عشرة فأنا أسرق منه عشرين وفلان الآخر ضرب فلان فيقوم فلان الآخر يضرب الآخر هذا غير صحيح العالم كله بني على أخلاقيات حتى ولو كانت نسبية حقوق الإنسان شيء أخلاقي في عمادة الدين سواء عند الشيعة أو حتى عند السنة دعونا من المدارس المتشددة في كل الطرفين الشيء الآخر القانون الدولي لحقوق الإنسان المعاهدات الدولية القانون الدولي الإنساني هذه كلها أشياء تؤمن فيها كل الشعوب وتحترمها العالم الآن سبعين بالمئة من الدول سبعين بالمئة من الدول هي حرة لا يوجد منطقة السادة والعبيد لا يوجد هناك سيد وهناك عبد كلهم متساوين يدخلوا انتخابات ولا يوجد تفرقه مطلقا إلا لدينا في المشروع الإيراني الموجود في المنطقة وعندنا أيضا اختلال حقيقي في الفهم في الخليج العربي أريد أن أوضح أيضا أنا لن أدخل مطلقا في هذا الشجار الذي هو يريدنا أن نكون خلف السعودين ونقول أن السعودية رائعة وجيدة لا لا اقرأ ما كتبناه وما تحدثنا فيه في كثير من الأماكن السعودين أيضا أخطأوا في حق اليمن كانوا أغنياء بزيادة عن اللزوم وكان الفقراء جنبهم أكثر من أدخل السعوديين أو من أدخل الحوثيين إلى داخل صنعاء كان وميض دولي بما فيه السعودية وهذا كلنا نتحدث به بالإضافة إلى موضوع الطيران السعودي سأتحدث هنا أنا لم أقاطع عزيزيزي الطيران السعودي الآن عندما يقصف المناطق عندما يقصف المناطق في اليمن تحدثنا نحن فيه في داخل مجلس حقوق الإنسان وتحدثنا فيه في كل مجكان نمر فيه ما نطالبه منكم أنتم أن تنظروا أيضا إلى الأطفال الذين يقتلوا الآن في حلب والذين قتلوا من قبل في الفلوجة والذين ماتوا أيضا في الموصل بأنهم أقرباءكم بأن لديهم دم أنا حقيقة أشكرك تماما بحديثك هذا بكل وضوح عن المشروع الإيراني المشروع الإيراني كما تسوقها الآن أنه لا أخلاقي مصلحي مئة بالمئة ولو أحرق المنطقة كلها من شامها إلى يمنها فليس على لديهم أي مشكلة بل تبرر لهم أنت أن يأتوا ويحرقوا أيضا لبنان ويسقطوا حكومة ويغيروا حكومات وتظل أنت أكثر من خمس أو ست سنوات بلا حكومة وبلا وضع جدا مهزوز ودولارات مرتفعة ومنخفضة وكل يوم بلد قادم هذا ما جرى في اليمن أنت الآن سوقت ما جرى في لبنان أن ذهب إلى اليمن إلى بعد أبعد من ذلك إلى القتل ومبرره القتل أنا لست مع السعودين مطلقا في طيرانهم في ضرباتهم المجحفة التي قتل فيها الأبرياء في أي منطقة في اليمن لكني معهم وفي ضرباتهم الجوية التي كانت تستهدف الحوثيين المعتدين على مناطق مثل تعز التي نسميها حلب اليمن الآن حلب اليمن سيد عبد الرحمن القاسم طالما قد تحدثت سابقا عن مسألة المصالح السياسية وحديثك يعني سياسي وربما من منطق لا أخلاقية السياسية ربما يكون مقبولا لكن دعنا نمضي معك في هذا المنطق إذا ما تحدثنا عن المصالح إيران والحلف أو محور المقاومة كما يسمى تتحدث كشعارات لها وكخطاب لها مستمر تتحدث عن مصالح معينة يفترض أن تذهب باتجاهها وهي خصومتها التاريخية مع أمريكا وإسرائيل أين مصلحتها أو ما الذي يفيدها في ذهابها باتجاه هذه الدول والتهامها إلى هذه المنطقة كلها فيما تعلق بهدفها الرئيسي التي تتحدث هي عنه وتتغنى عنه ليل نهار حقيقة أنتم دائماً عم تحولوا كلامي عم تأخذوا كلامي للمطرح اللي بدكم إياه يعني عم تأخذوا أنه الإيرانية بلأ أخلاق بالسياسة السعوديين طاهرين وشرفة الموضوع مش هيك حقيقة الموضوع غير هيك تماماً لا نبيت نبيت تحدث أيضاً أنه هناك لأخلاقية في بعض أمان تفعلوا السعودي عم بروح بتحالف مع الإسرائيلي يعني اللي عم بقصده إنه هذا بشتغل إذا عم نقول إنه هذا بلأ أخلاق بالسياسة هذا بلأ أخلاق أكتر بالسياسة موضوع خلنا نتفق عليه إحنا عم نحكي بموضوع سياسي حتى أخونا قبل شوي يوداني على الموضوع الطائفي أنا لا أتحدى الطائفياً أنا لا أعرف شيء عن الطائفية وبالنسبة لموضوع إنه الإيرانيين هنا اللي وقفوا الحكومة في لبنان هذا الكلام غير صحيح يعني الموضوع اللبناني أكثر تعقيداً مش طائفي يعني مشروع إيراني مش مشروع طائفي بالنسبة للمعارك وبالنسبة للصراع فضل فضل يعني أنت قلت أننا عم نحكي طائفية على أساس أنه المشروع الإيراني في المنطقة ليس مشروعاً طائفياً في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان إذا لم يكن طائفياً فماذا يكون؟ مشروع مشروع أيش يعني مشروع يعني مشروع السعودي هو شو؟ هو مشروع سني؟ يعني مشروع السعودي ومشروع سني يعني مش معاقل سالعبد الرحمن كلما أسألك عن إيران تذهب إلى السعودية يعني أنت الآن موجود هنا لردع عن وقهة النظر الإيرانية نعم وثم أن السعودية تدافع عن أمنها القومي على حدودها نعم صحيح حقها حق أي دولة تدافع عن أمنها الإقليمي نعم وترد عدوان مين قال أنه دفاعها عن حدودها الإقليمية يعني بالنهاية كل الدول عندها حلفاء بقلب دول تاني يعني على سبيل المثال السعوديين حالياً متبنيين حكومة يعني فيك أكتر من أنه تتبنى حكومة تبنوا حكومة لك أخذين حكومة اليمن بأكملها وحطينا عندهم زعلاني على إذا الإيرانيين متبنيين الحوثيين ما الأمور متوازنة يعني هدول متبنيين هدول وهدول متبنيين هدول ما في حدا أحسن من حدا يعني ما يصير المسألة أنه هدول سيئين وهمناك كلهم ضي بعض إذا بدنا نحكي سياسة أسأل عبد الرحمن معلش يعني خلت النقطة هذه شوية يعني أنت كل ما نذكر إيران تذكر السعودية طبعاً الوضع وضع إيران في اليمن يحترف تماماً عن وضع السعودية في اليمن على الأقل عندما نتحدث عن السعودية واليمن نتحدث عن مصالح كثيرة مشتركة على مستوى الأمن القومي على مستوى الحدود مشتركة على مستوى أمور كثيرة متداخلة بين السعودية واليمن عمق تاريخي وأكتماعي كبير حبر تاريخاً من بص دمه واليمن واليمن نعم سيد سيد أرد رحمن السعوديين قبل شوي زميلي قال زميلي زميلي اللي قبل شوي قال قال إنه ببساطة شديدة إنه كانوا أغنياء جداً وكنا فقراء نعم طيب طيب زميلي يعني مش أنا اللي قلته هو بيعرف شو بيعرف شو بيعند له السعودييين هو كان سؤالي على أي حال كان سؤالي لك في البداية اني الإيرانية ولا مرة ظلمو اليمنيين للإيرانيين ولا مرة سرقوا من اليمنيين للإيرانيين ولا مرة أذوا اليمنيين بالطريقة التي أذوها السعوديين يعني كمان ما نزيدها للخبرية يعني أنا مش عم بحط على فكرة داية شوي أنا مش عم بحاول أئيس بين الاثنين يعني إنه هذا سيء فأنا لازم أعمل سيء مثله أو هذا مش منيح على أي حال أنت هذا بالضبط ما تفعل وكل ما أحل لك سؤال تذهبي للمقارنة مع السعودية أتمنى في الأسئلة القادمة أن تنسى أمر السعودية وسنتفق معك من الآن أن السعودية ارتكبت قرائم كبيرة بحق اليمنيين أثناء كثير من الضربات التي يعني قادتها في اليمن حتى ننهي هذا الموضوع وتبقى مركز على مسألة إيران وأداءها في المنطقة أستاذ نبيل البيضاني إذن حديث عن واحدة بواحدة كما يقول السعودية تتدخل إيران تتدخل تركيا تتدخل إيران تتدخل كيف تنظر إلى هذا الأمر كما قلت لن أنجر مطلقا لهذا التفكير الخاطئ لهذا المنطقة المعطوب خاطئ لا يمكن مطلقا أن نقبل أنه الآن طفلك عندما يأتيك ويقول ضرب فلان قل له لا أضرب فلان وأبدأ تكلم عن الجيران بيننا أنا لا أريد أن أدخل كما يريدني الأستاذ الكريم عبد الرحمن بأن يريد أن أدافع عن السعودين أنا لن أدافع مطلقا أنا سأشكر السعودين لحالة واحدة فقط لتبنيها هذه الحكومة التي هربها الإيرانيين وحلفائهم هذا الذي سأشكرهم أما وسأجرمهم في حالة قتلهم للأبرياء في أي منطقة في المن من ناحية أنهم ضربوا مدارس فهذا غير صحيح أنا رئيس مؤسسة حقوقية في جينيف وأتمنى أن تعود لكامل التقارير التي نصدرها نحن وغيرنا لم يكن هناك مدارس تم ضربها من قبل الطيران للتحالف هناك فعلا كانت بعض المناطق التي تحولت إلى معسكرات لكنه لم يدخل أبدا أنه قتل في أماكن وطلاب يدرسون أو كذا دعينا لا أدخل في نفس الجدلية أنا سأتخير إلى موضوع آخر وهو الأهم الإيرانيين الآن في المنطقة لديهم مشروع كما قال زميني أنا أتفق معه وأتفق معه أيضا مرة أخلى أنه مشروع غير أخلاقي لا يؤمن بالأخلاق بل يعتقد أنه يتحدث بالسياسة وهذا طبعا هذه العقلية العربية تتوائم جدا مع العقلية التي تقول خصوصا الإيرانية التي تعتقد بأنها ممكن أن تفعل أي شيء تأخذ تلبس العمامة ثم تلبس الجاكت للهذا ثم تنزل العمامة ثم تلبس أي لبس ممكن أن يقدم لهم لمصالحهم سيفعله وهذا الذي أريد أن نوصله إلى إخوتنا داخل اليمن للأسف سأقول بكل صدق لا يوجد ذلك الدعم الحقيقي من الإيرانيين السوريين في نزع بلادهم يستخدم الآن العراقين في تدمير بلادهم ويستخدم اليمنين أمثال هؤلاء الحوثيين في تدمير أرضهم أيضا بل زعزعت الإقليم كاملا بيننا وبين السعودية بغض النظر اختلفنا السعوديين أكثر من ثمانين والكويتيين والخليج أكثر من ثمانين إلى تسعين بالمئة من البنية التحتية اليمنية أقيمت من قبل هؤلاء أخي أنا ألومهم فعلا لأنهم كانوا ينظروا إلينا إلى مجموعة فقراء ولا ينظروا إلينا بعين الشريك كانوا ينظروا كما تنظر إيران إلينا بأن إيران هي السيد ونحن العبيد هذا للأسف كان قديما في الإدارة الخليجية القديمة والإدارة السعودية السابقة فعلا ساهمت كثيرا في هذا الوضع الذي نحن نعيشه لكن أنا أعتقد الإدارة الجديدة الآن لديها مشروع وتحاول قدر المستطان حتى الحوثيين المدعومين من الإيرانيين يذهبوا إلى السعودية ويجلسوا في فنادقهم ويأكلوا من أكلهم ويتفاوضوا معهم ويرسلوا أولاد السعودين الذي قبضوا عليهم في الحدود إليهم بينما اليمنين للأسف بتوجيهات إيرانية يقوموا بضرب اليمنين وقتلهم في الشوارع أمثال ما حصل في تعز وعدن الآن المشروع الانفصالي مدعوم من الدول الأقليم بما فيها إيران وفيها هناك الآن ما تحاول أن تفعلها إيران هي طلب صداقة الأمريكان بأنها تبحث عن عدو مشترك تتحدث عنه هم لا يستطيعوا يقول نحن نتساعد مع الأمريكان حتى نصل ونوصل إلى المنطقة كلها ولكن ممكن أن يقولوا نحن ضد داعش ثم يلتقي صديق صديقي صديقي وصديق عدوي عدوي هذا ما يجرى الآن في المنطقة هذا ما تفعله إيران وللأسف أنا أقولها بصدق الإيرانيين ينتصرون لماذا ينتصرون؟ لأننا نحن نفتح لهم أبوابنا فتحت لهم لبنان فتحت لهم الأردن فتحت لهم العراق والإيرانيين تكلف صفر لا يوجد أي مشكلة لدى الإيرانيين مطلقا في بلدانهم سوى أنا وأخي المسكين الذي لا يوجد لدينا الآن أرض جيدة ولا أمن نراه مطلقا سوى مجموعة من المسؤولين الإيرانيين الذين يتحدثون الآن عن أرضنا بأنها معارك ينتصروا فيها وهو يعلم من تحدث معك الآن من لبنان بأن لبنان سيستمر في هذه الفوضى عشرات السنين حتى يرضى الإيرانيين ويصل إلى أطمعهم في الوصول إلى الهلال بعدها وقد يكون بعدها نحن الذين سندفع الثمن بقتلنا من أولادنا وحتى إنهاء بلداننا هذا مشروع عبثي للأسط نعم أستاذ نبي دعنا نذهب لمشاهدة هذه المادة المسجلة لتصريحات أحدهما للرئيس هادي والآخر لخبر استراتيجي إيراني ثم نعود للاستكمال النقاش جزء من محور المقاومة الآن صار عندنا صنعاء إلى جانب بغداد التعقوا بالمشهد الدمشق الآن اليمن كلها أصبحت في دمشق وفي طهران وفي الضاحية الجنوبية وفي بغداد من الحوثيون؟ الحوثيون جزء بسيط الآن أصبحوا صحيح هم رأس الحربة اليمن كلها الآن باب المندب أصبح الآن إلى جانب مضيق رمز يضيق الخناق على البحر الأحمر على الإسرائيلي في قناة السويس الحاكمة الحاكم السعودي الآن هو ممثل لقبيلة تنقرض هذا بيقولوه كبار المتابعين رحت وعطيت محاضرة في كلية الحرب وفي الأكاديمية الأسكرية ووجهت نداء للأخوة في أيران طلبت من أيران عليكم ورفع يدكم من اليمن مسكنا سفن محملة بالذخير جيبنا الأمم المتحدة صوروها صوروا كل حاجة رحت في 26 سبتمبر 2012 أرجع أولى خطابي في الأمم المتحدة وطلبت من الأمم المتحدة أن تراجع أيران لأنه ضد المبادرة الخليية ويريد أن يحول اليمن إلى حرب أهلية طرحتها وطرحتها على مجلس التعاون الخليية كلهم طيب السيد عبد الرحمن الجاسم هذا التبقح في الخطاب الإيراني فيما يتعلق بتدخلي في اليمن وبأن عبد الميك الحوثي هو سيد اليمن أصبح الآن سيد اليمن وأنت تتكلم سياسة أظن الحديث عن السياسة ينبغي أن يكون فيه حديث عن الانتخابات وهي واحدة من أدوات السياسة عندما يتحدث الإيرانيون عن أن عبد الميك الحوثي هو سيد اليمن دون أن يمر عبر انتخابات ولا عبر أي أدوات سياسية متعارف عليها كيف تفسرها يعني الزميل أو الأخ اللي حكى هو بالنهاية مش رئيس يعني إحنا مش سمعين هذا الكلام من مسؤول رسمي إيراني هنا عم نسمع هذا الحديث يعني هذا محلل سياسي الأخ اللي حكى هو دكتور قريب من المقاومة قريب من محور المقاومة بس مش يعني أنتو حطي يعني حتى فيش توازن بالحديث نعم وردت تصريحات لمسؤولين الإيرانيين في هذا الشهر هو لا يوجد لأنه لأن الإيرانيين يعني بيمتلكوا حقيقة حصافة بلعبة السياسة يعني تركونا من خبرية أنه قبل شوي يعني أنتم مشتوها علي أنه قلت أن السياسة فن فن لأخلاق بس حقيقة بالسياسة هيك الأمور هيك الدول أنا خارج معدلت أنه ألعب على مشاعر الناس أنا عن جد فعلاً ما بدي ألعب على مشاعر الناس أنا بشتغل بحرفة شغل خلنا نمشي شوي شوي الرئيس هادي هو رئيس رسمي موظف رسمي يعني هو موظف درجة أولى بشكل رسمي أما الشخص اللي حكى هو محلل سياسي مثلي مثله يعني أنا بقدر هلأ أطلع أقولكم أشياء غريبة وأشياء عجيبة هناك تصريحات كثيرة لمسؤول الإيرانيين تؤكد هذا الطرح ويمكن يستعرضها معك الآن إدارة طيب تحب أستعرضها معك معنا تصريحات اللي قادة عسكريين كبار وقادة سياسيين على مستوى عالي جداً يؤكدوا نفس الطرح قالوا أن الحوثي سيد اليمن قالوا أن صنعاء أصبحت العاصمة الرابعة تابعة لإيران هلأ صراحة أنا ما سمعت هيك شي طيب نائب القادة العام للحرس الثوري حسين سلام يقول أن مشروع الجمهورية الإيرانية سيمتد إلى البحرين واليمن والموصل بعد سقوط مدينة حلب السورية طيب فسرنا هذا الطرح الإخوان بالإيران ولا مرة بالبحرين ولا مرة طلقة رصاص بالبحرين لا أنا لاحظتك عن البحرين حديثك عن تصريحات المسؤول الإيراني يعني أريد منك تعليق نعم 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 أنت عم تقولي أن المحور ممتد أنا عم بقولك أنه بالبحرين كاف ما فيه يعني أنه طلقة رصاص ما فيه قصدي طيب لكن الكثير من الرصاص والكثير من الأسلحة وصلت إلى اليمن من إيران سيد عبد الرحمن طيب هو لا يتحدث عن أن هناك حرب قائمة الآن في البحرين هو يتحدث بأننا سنصل إلى البحرين وسننهي معركتنا في اليمن بعد الموصل وهناك الكثير من شهنات الأسلحة التي ضبطت ضبطت قادمة من إيران إلى اليمن كان وصله يعني الموضوع من نمعقد أختي أسوان صدقيني من نمعقد طيب بسط لنا أستاذ عبد الرحمن بسط لنا المشهد هذا البسيط يعني سهل غير المعقد أسألك عن العلاقة الإيرانية في اليمن مصالح الإيراني في اليمن يعني بسط لنا هذه العلاقة بعبارة سهلة يعني بسيطة يفهمها المشاهد العادي البسيط الموضوع عادي مثل أي حليف مثل أي دولة حليفة عادي عادي مثل أي دولة حليفة الأخوة الحوثيين طلبوا مساعدة الإيرانيين لأنه عم بيموتوا الطيران السعودي كان عم ببيدهم نعم لكن طيب طيب أستاذ عبد الرحمن على أي حال تصريحات التي تتحدث عنها الرئيس هادي نعم التصريحات التي تتحدث عنها الرئيس هادي وشحنات الأسلحة التي كانت تصل إلى اليمن كانت قبل إسقاط صنعاء وقبل الإنقلاب وقبل طبعاً تدخل عربي بطبيعة الحال يعني نتحدث نحن الآن عن حرب يتم تجهيز لها منذ سنوات تحدث عنها الآن الرئيس هادي وأيضاً تحدث عن أن الحكومة ساعد إليك أوسل عبد الرحمن ساعد إليك تحدث الرئيس هادي عن أن هناك ضباط كبار إيرانيين تم احتجازهم لدى الأمن اليمني وأنه طبعاً تم إطلاقهم كما يعرف الجميع بعد إسقاط صنعاء والجميع يعرف أيضاً عن جيهان واحد وجيهان اثنين والمحملات بالأسلحة التي كانت قادمة إلى اليمن وتحدث صراحة الرئيس هادي قبل قليل عن أنه أطلق نداءات في 2012 عن هذا التهديد الإيراني للمنطقة وأبلغ مسؤولنا كبار في مجلس التعاون الخليجي أستاذ نبيل برأيك من خذل هادي في تلك المرحلة؟ بطبيعة الأحوال قلت لك قبل شوي أنه لا السؤال السؤال ليس لك أوسر عبد الرحمن سأعود إليك طيب السؤال ليس لك سأعود إليك سؤال قد يكون سعيد أخي عندما أقول أنه السبب الأول في وصول الإيرانيين إلى اليمن كان الخليجيين وأنا أعتقد بأنه صمتهم وقبولهم بهذا المشروع هو الذي أوصل الحوثيين إلى صمعه لو لم يكن هناك تواطئ حقيقة بين الإقليم والنفوذ الدولي مع النفوذ الدولي بالسفارات الثمان في قبول الحوثيين دخولهم صنعاء وثباتهم في سفاراتهم لم أدخل الحوثيين صنعاء مطلقا ولا حافظنا ولو على القليل القليل من الدولة اليمنية لكن برضو في الاتجاه الآخر الإيرانيين دفعوا ودعموا الحوثيين في الأوقات التي كانوا ينهار فيها الحوثيين تماما لم يدعمهم مطلقا سياسيا مساكين أنا والله بعد ما أسقطوا الدولة لم يجدوا إلا يعني كما كنا نتحدث قبل اللقاء مع بعض الأصدقاء بأنه لم يجدوا إلا سفن محملة بأغذية قديمة بائرة وأيضا محملة بماء ملوث يعني تخيل هذا الاستهزاء لهذا الشعب الكريم وهذا الذي سيفعله تماما في داخل لبنان وسيفعله أيضا في العراق وسيفعله في سوريا بغض النظر حتى لو اختلفنا مع السعودين السعوديين والخليج دعم اليمنين في كل مراحلها صحيح بأنه كانت لديهم تقوفات على الديمقراطية والحرية وكذا لكنهم في الأخير كانوا أقرب إلى اليمنين من الإيرانيين ورغم أنهم أخطأوا في حق اليمنين إنهم حاولوا أن يصلحوا هذا الخطأ ولكن للأسف حتى اللحظة لا يوجد قرار نافذ من الإقليم بإنهاء الحوثين ولو فعلوا ولو أراد السعوديين ذلك لانتهى الحوثين قبل فترة طويلة من الزمن وانتهى هذا الجدل وهذا النقاش الذي نحن فيه أريد أن ننبه أخي وزميني الذي عبد الرحمن من لبنان بأنه لا ينبغي مطلقا أن نتحدث بأننا الوحيدين الذي نفهم السياسة أنا كلنا درسنا سياسة أخي ونغعي ونستوعد ما نقول وأطلب منك فعلا أن تعيد نظرة الأخلاقيات السياسة عمود فقر أو عمود الفقري للسياسة هي الأخلاق طيب عمود الفقر هي الأخلاق والمصداقية أيضا والمصداقية أستاذ نبيل نعم الأخلاق وقز منها المصداقية وعدم التناقض بين الأقوال والأفعال وهذا أمر مهم جدا وتورطت فيه إيران سأعود إليك أستاذ نبيل تورطت فيه إيران بشكل كبير وفاضح أستاذ عبد الرحمن قاسم هناك من يرى بأن لم يخدم أحدا من قبل لم يسبق لأحد أن خدم إسرائيل وأمريكا كما تفعل إيران في المنطقة الآن يعني ما الذي تريده أمريكا من المنطقة وإسرائيل سوى تطيف المجتمعات وإدخال هذه المنطقة في صراعات داخلية وهذا بالضبط ما فعلته إيران كيف يمكن أن تفسر لنا أو ما هو وجهة نظرك في هذا الطرح وبالمقابل ماذا فعلت خلال السنوات الماضية منذ 2006 ماذا فعلت إيران بالتجاه إسرائيل وأمريكا عدوها الأكبر بطريقة الحاد بس أسوان قبل خلني أسأل شيء حط أطعيني إذا بدك تطعيني هلأ أنا بعرف أنه دورك تطعيني عشان يطلع كلامي مشوه ومش مركب تفضل خذ وقتك أستاذ درحمن شكرا أول شغلة زميلي قال أنه أنا افترضت أنه أنا الوحيد اللي بفهم بالسياسي حيالة ما بعمل هيك أنا ما بفترض هيك وحكي عن موضوع الأخلاق أنا كمان برضو ما بحكي عن موضوع الأخلاق موضوع بالفردي يعني بالفردي غير بالعام والفردي غير الجماعات والفردي غير الدول هذا نقاش آخر وطويل وما بدي أفوت فيه وعن جد ما بدي أفوت فيه بس هو راحة ما حل أنه قال الإيرانية بعثوا للحوثيين أكل ملوث وقسمه مي ملوثي حقيقة هذا الكلام غريب جدا يعني أنا شفتهم الإيرانية في لبنان لما بنوا الضاحية وبنوا لبنان وبنوا الشوارع بعد العدوان الأخير للإسرائيلي بال2006 ما شفنا هذا الجزء أبدا عارف بس قلينا نتفعل هذه النقطة في اليمن أستاذ عبد الرحمن أنت تضطرني لمقاتلة لأنك لا تجيب على السؤال وشفنا كمان أنت تجيب على الضيف ونتجيب على أسئلتي أستاذ عبد الرحمن شو فضلي أنت الآن تذهب تخسر الوقت في ردودك على الضيف في الطرف الآخر أنا أسألك الآن عن أن إيران لم يقدم أحد خدمة لإسرائيل وأمريكا التي تدعي إيران بأنها عدوها التاريخي لم يقدم أحد من قبل خدمة لهما كما تفعل إيران في المنطقة والمتمثلة في تطييف القيوش العربي وتفكيك القيوش التي من شأنها حماية الدول الوطنية أو الدول الوطنية في هذه المناطق أتيني السؤال وإدخال المنطقة العربية بالكامل في صراعة داخلية كيف ترد؟ خلينا ننتفق على شيء هذا ذر رماد بالعيون هذا يعني هذا كلام هذا فعلا أي كلام فيه نظام مثل النظام السعودي عم بعمل اتفاقيات مع إسرائيل وفيه نظام معادي لإسرائيل أنا بدي أقعد ألعب اللعبة بالعكس وأقول أنه هدول اللي بحاربوا إسرائيل اللي هن تغلبوا على الإسرائيلية بال2006 يعني مشروعهم تغلب على الإسرائيلي بال2006 مثل السعودي اللي مرمي بأحضان إسرائيل كيف هذا الحديث؟ لو قلت لي بالعكس مثلا لو قلت لي أنه السعودي عم بيدمر المنطقة لمصلحة إسرائيل بقولك أوكي معك حق بس أن الإيراني بس السعودي لم تتدعي بأنها طيب معلش نقاطعتك أستاذ عبد الرحمن السعودي لم تتدعي في يوم الأيام بأنها محور مقاومة وممانعة وأنها تخاصم إسرائيل وإمريكا وهي في علاقات قيدة مع القيمية وهذا اللي أنا أعرفه دعنا من السعودي الآن ورد لنا فيما يتعلق بإيران هذا تصريح كثير مهم على فكرة تصريحك كثير مهم عن جد تصريحك مهم يعتمد تصريحي لكن ممكن ترد على إيران السعوديين فعلا لم يتدعوا أبدا أنهم في محور أي محور مقاومة نروح لإيران ممكن خلينا في إيران في إيران وفي خطابات إيران وفي الثورة الإيرانية التي تحاول أن تصدرها تحت عنوان يعني مواقهة أمريكا الشيطة الأكبر وإسرائيل نعم بس أنا جد ما عم بصدر الثورة الإيرانية ما في تصدير للثورة أي شعوب عم بتآمن بقرارها يعني الحوثيين بعيدة التنعي على أنهم أنا ما بدأ أضل السعودي إلى تعامل معي كمأني أنا أقل منهم وهذا حقهم أخونا then tell you أنا و الله أعرف اليمن أنا بعرف الشباب كثير يمنيين يا أخي والله وأقدر أن أذكر أسماء والله أحنا والله نعرف اليمن وفي أيها الله نعرف اليمن وعلى فكرة مش مع الحوثيين أحب هدول الشباب مش مع الحوثيين أرجع أقولون أنا أنا صحيح انتي بدك أن يترجع عند المحور الإيراني عشان أحكي لك فكرة عجيبة لا أحكي لك قصة القومية العربية سيد عبد الرحمن تذكر شغلة اسمها القومية العربية فاكر هذا الموضوع شو خص القومية العربية فين القومية العربية الآن في مواقعة المشروع الإيراني في قومية إسلامية بالموضوع طيب فين قومية العربية في مواقعة المشروع الإيراني إيرانيين عم بدعوا لوحدة إسلامية طيب أتحول بسؤال أخير للأستاذ نبيل البيضاني أنت ذكرت في إقابتك السابقة بأن دول الخليج كانت واحدة من أهم أسباب سقوط صنعات تحديدا وسقوط الدولة اليمنية برأيك بعد تقربة المريرة هذه سواء على مستوى اليمن أو على مستوى المنطقة هل برأيك استوعب الخليج الدرس جيدا وهل هو مستعد بمشروع مواقه لهذا المشروع الإيراني سأضع كلام مؤذن قليلا أنا أعتقد أن الأخوة في الخليج لم يصحوا مطلقا حتى اللحظة الإيرانيين وصلوا إلى العراق ويوجد مشروع في المملكة أو حتى في الخليج وصلوا إلى سوريا أيضا كذلك وصلوا إلى لبنان وصلوا إلى اليمن وهذه حقائق حتى اللحظة لا نرى مطلقا مشروع حقيقي سعودي قادر على طمأنة العالم العربي ولا يوجد حتى مشروع حتى استغلالي مثل ما يحصل الآن من الإيرانيين يحاولوا أن يستغلوا هذا الزخم والقهر ضد العدو الإسرائيلي في تصدير ثورتهم في تصدير حتى عنصوريتهم ما زالت للأسف حتى اللحظة الإيرانيين يتشابه قليلا مع السعودين سواء في نظري أن السعودين أكثر أخلاقا من الإيراني لأن إيرانيين دمويين أما السعودين فلديهم كما يريد ويتغضى الزميل لأن لديهم سياسة ولديهم مقدرة على التلاعف الكثير من الأوراق لكن في الدماء أنا أعتقد بأنهم متحطدين وليسوا مثل الإيرانيين الذي ممكن أن يكسروا أمم طيب سيد نبيل لماذا برأيك وهذا سؤال لخالد الشامي وردنا على صفحة البرنامج لماذا لا يتم حسم المعركة ورد لماذا لا يغير التحالف من استراتيجي في اليمن من خلال حسم حقيقي للمعركة في البلد وهذا أيضا ما أكده طلال الرهيدي في صفحة البرنامج في أقل من نصف دقيقة بشكل سريع سياسة الأمريكان في المنطقة هي إبقاء الصراع ما يبحثوا عليها الأمريكان كان يقوم فيها الإسرائيليين الإيرانيين الآن يقوموا بنفس الواجب الذي تقوم فيه إسرائيل إسرائيل ممكن في يوم واحد تدخل وتهبث المنطقة كلها أن توصل حتى للعراق لأن الشعوب كلها تتقاتل وهذا مطلوب جدا بالنسبة للأمريكان ما حصل في اليمن للأسف حتى اللحظة أو أن الأمريكان مع الغرب استطاعوا أن يستنزفوا السعوديين وقدروا أن يضعوا جزء من الحدود السياسية التي ترفض تماما إسقاط صنعاء وعودتها للشرعية ولذلك للأسف الآن نجد احتلال حوتي على الأراضي على أقصد على البشر وفي الاتجاه الآخر أنه للأسف الحكومة لا توجد إلا على الأرض فقط أرض بدون البشر فهذا المشهد هكذا ببساطة لكن أنا أعتقد لو قرر اليمنيين أن يقوموا نعم مقابل دعم حقيقي كما يرى البعض أستاذ نبيل مقابل دعم حقيقي كما يرى البعض بأن تحالفات إيران ربما كانت أكثر قوة بدليل أنها حين تحالفت مع أمريكا منحتها العراق وحينما تحالفت مع روسيا منحتها سوريا أشكركم ضيفي الكريمين من السويد الناشط السياسي نبيل البيضاني ومن بيروت الصحفي اللبناني عبد الرحمن جاسم كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهروا معد البرنامج أسام القطيبي وكافة الفريق الفني لبرنامج ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس المعد في أمان الله اشتركوا في القناة